السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بألف خير لو اول مرة بتشوفوني انا مر و احمد ودي قناتي تكات وفتكاسات ما تنسوش تنزلوا وتدوسوا على زر الاشتراك اللي باللون اللي احمر وتفعلوا الجرس بالكل عشان يوصل لكم اشعار بفيديوهات الجديدة اول باول نهاردة ان شاء الله انا عامل لكم فيديو مختلف تماما طبعا احنا عربنا على موسم الدراسة وخلاص المدارس على الابواب حبيت بقى اعمل لكم كده من عجينة واحدة بكيلو دقيق عملنا تشكيلة كبيرة عملنا كمان معجينات كلها مني تقدر ان نتيجة فيها في لنشبوكس بتاع الاولاد عملنا عندنا ميني بيتزا ميني عيش ميني باتيه ميني كروسو وميني كايزر وميني مقرمشات بالزعتر يعني النهاردة العجينة بتاعتنا من عجينة واحدة عملنا تشكيلة كبيرة من المعجينات هتوفر عليك وقت ومجهود وكمان هتقدر ان ينتظر فيها للاولاد في لنشبوكس ويلا عشان نشوف الوصفة المادية عشان ما طولش عليكم الفيديو اكتر من كده بس ما تنسوش تدوسوا لايك انا استخدمت النهاردة دي الدوحة عشان متوفر في كل مكان تقدر ان انت تستخدميه وكمان حطيت نص معلقة صغيرة من الملح وحطيت عندي معلقة كبيرة من الخميرة الفرورية عليها معلقة كبيرة من السكر عليهم ربع كوباية مية واقشوف الخميرة بتاعتي هتتفاعل ولا لا تمام كده الخميرة بتاعتي تفاعلت هبتدي اني انا اشتغل بيها حطيت عندي كوبايتين من المياه الدافية ونص كوباية زيت على زبدة تقدر استخدمي زيت فقط لكن انا حبيت اوفر الزبدة في قلب الزيت وحطيت عندي نص كوباية من الحليب وبعد التقليب هضيف نص كوباية التانية كده خلاص العجينة بتاعتنا خلصت يعني المقدير بتاعتنا كلها خلصت هبتدي بقى اعجن كويس جدا انا بقى هعجن بايداية مش هعجن بالعجان ولا بالمضرب عشان تشوفوا طريقة العجل احنا هنعجي العجينة كويس عشان تطلع معانا ملساء ونعمة وتطلع العجينة من جوة آآ والمربوزات اللي احنا هنعملها تكون هشة وقطنية بص العجينة هنا ببريكي هنا لزقة في ايدي اللي انا بشتغل بها عشان هي بالقريدي ان هي سخنة في قلب ايدي لكن آآ ايدي التانية ما بتلزقش فيها زي ما انتم شايفين العجينة عاملة زي الملبن كده صحيحة لكن في نفس الوقت ما بتلزقش في ايدي التانية لكن بتلزق بايدي اللي انا شغالة فيها لاني ايدي اللي انا شغالة فيها فيها حرارة كده فلازم تمسك فيها لكن انا عايزة العجينة مش عايزها يبسى لاني لسه هفردى عندي على دقيق فمش عايزها تبقى معايا يبسى فتطلع معايا المعجنات اسيا هبتدي اعجن كده بالطريقة دي دي الطريقة الصحيحة اللي انت تعجيني بها بدون بقى آآ تعب ولا مجهود بتعجيني على طول العجينة بتبقى معاك كويسة زي ما انتم شايفين كوام العجينة ناعم جدا هوريكي بصي كوامها ناعم جدا وسايح ازاي بس في نفس الوقت ما بتلزقش ليه لان احنا عجلناها كويس كده خلاص انا لميت عندي العجينة وبتدي احطها عندي في البولة العجينة عندي ناعمة جدا وملساة زي ما انتم شايفين هضيف عندي في البولة من تحت معلقة من الزيت وبتدي امسح كده العجينة وهغطيها كويس انا غطيتها هنا بالستريتش رايب وهغطيها كمان بفط المبخ لمدة التلت ساعة العجينة خمرت وباقي الجهزة معي خلاص كده هي جهزة للشغل هبتدي ان انا اشتغل فيها ههبط عندي التخمير بتاع العجينة وهبتدي اشتغل بها على طول جبتها عندي الوخيمة بتاعة المبخ او مفرز سيليكون وبضرت عندي بلد ايه وهبتدي افرد عندي العجينة العجينة زي ما انتم شايفينها نعمة جدا مش اسية في الفرد بتتفرد معي على طول عشان العجينة اصلا احنا عملناها نعمة هجيب بقى عندي قطعة او كبان انا اقطع بيها دوائر انا هنا الدوائر الاولى ديت هبتدي انا احطها كعيش ده العيش الميني بتاعنا بدلا ما افرد كل الغيف لوحده انا فردت العجينة كلها وبتديت اقطعها كده وهعمل زيهم بس هنخليهم يعني الخفزة الاولى ديت الفردة الاولى ديت حطتها كده على دي لان ده العيش ولكن الميني بيتزا هبتدي احطها على الصاج على طول من غير ولا دهنة زيت ولا دهنة زبدة ولا اي حاجة خالص هشكل هنا بقى في الحاجة التالتة اللي هي الكروسون انا هنا الكروسون برضو فردت العجينة انا اقتصرت الوقت عشان ما ارضحش كل حاجة لوحدها انتوا اكيد هنا اخدتوا بالكم ان انا بفرد العجينة ازاي هبتدي بقى اعطاها قدامكم وتشوفوا كمان انا كمان بحط هنا الجبنة ويفضل ان انت ما تستخدميش جبنة آآ فيها سويل كتير عشان ما تخرجش مية ولا تبقى معاكي ممي مية في قلب العجينة هلف كده عندي الكروسون بالشكل دوت واكتفيت بواحدة وهرايكم الباقي وهو ملفوف وكمان آآ فردت عجينة وهبتدي اقطعها بشكل مختلف اللي هو هنعمل بيه البتيه ميني بتيه هدف برضو الجبنة ونفس النظام زي ما قلت لكم الجبنة هنقفل عليها كويس عشان ما تخرجش من الاطراف وبعد كده هلفها بالشكل دوت وخلاص بقى الجهزة معي هعمل لكم تاني واحدة عشان اراكد عليكم اللفة وبعد كده هوريكم شكلها في الصاج وكمان هبتدي هنا اعمل منقش الزعتر اللي هي على شكل انتجوم انتستخدمي هنا اي اقطع تحبيها وكمان هنا اشكلت القايزر بنفس الشكل دوت لميت العجينة كده على شكل مدور وكمان جبت هنا الميني بيتزة بعد ما اختمرت شوية جبت بقى عندي شوكرة ابتديت ان انا اخرمها كده عشان ما تنتفخش معي في قلب الفرن وجبت عندي آآ كاتشاب يعني اسهل حاجة تقدر ان انت هتلاقيها موجودة عندك في البيت تقدر يضيفي عليه الزعتر لكن انا مش هيفرق معي لاني انا عندي الاولاد اصلا بيحبوا طعم الكاتشاب هبتدي ادهن كده عندي الكاتشاب بالمعلقة وحط عندي طبقة من الجبنة بسيطة وبعد كده هحط عليها طبقة الحشوة طبعا احنا بنحط للميني بيتزة ما بنحط الهاشل حمول لحاجات زي كده عشان آآ معيك اكتر وقت حطت لها عندي الزعتر وحطيت عندي شرايح كمان من اللانشون تقدر تحطي كمان شرايح من البسترمة على حسب من ولاد ما بيحبوا تقدر ان انت الضفلهم وحطيت عندي جبنة تاني على الوش ودي شكل المناقش اللي احنا حطينا لها الزعتر وده شكل العيش وانا بغبزه كان شكله بينتفخ كده معي اخد يبالك كده ده شكل من العيش بعد ما انتفخ وكمان شكل القيزة والبتي والكروة صون بعد ما اختمروا ده هنتهم كده ببيض من الوش مع معلقة من اللبن وكمان ضفت عليهم كده السمسم وده خلاص كده بعد ما خبستوهم بقى ده شكل التقديم بتاعي هبتديني انا اقدم كده الميني آآ بيتزا واقدم كمان باقيات المعجنات اللي احنا عملناها مع بعض وبس هكلمك شوية عن التسوية طبعا احنا عارفيني ان المعجنات لازم تتغبز على اعلى درجة حرارة في الفرن عشان ما تنشافش معاكي طب لو حصل الظروف الفرن بتاعك درجة حرارته اصلا واطية او لو الفرن بتاعك تفصل على المعجنات سواء ده او ده حصل معاك زرف ما والمعجنات معاكي نشفت طب هعمل ايه هقولك انا دلوقتي هتعمل ايه بعد ما تخرجي عندك الصاج اللي في قلبي المعجنات تجيبي عندك فط المبخ وتنزليها تحت الحنفية وتعصيها كويس تكون من الدية يعني معاكي وتحطيها عندك على وش الصاج يعني تغطي بها الصاج باكمله هيطلع بعد كده معاكي العجين معاكي هاش جدا واطني سواء بقى كنت عاملة اي معجنات وتلا معاكي او حصل معاكي الموقف ده جربي الفكرة دي تصدقيني هتعجبك وهتطلع معاكي فعلا المعجنات كلها هاش شرطية سواء حصل معاكي زرف المام اللي انا قلتلك عليه ده بقى من القيزة وحبيت افتحه معاكم كده عشان تشوفه من الداخل عامل ازاي وكمان حطيت في حشو عشان تشوفي شكله قد ايه لزيز جدا وهو شكل زغنون كده وكمان هوريكي هنا برضو الميني عيش هعمل معانا ازاي وبيتفتح كمان وشكله جميل جدا وهوريلك كمان التسوية بتاعته من جوه مستوي كويس جدا وكمان هبتدي احشي واحد عشان تشوفي كان شكله وهو محطوط في قلبي حشوة طبعا تقدري بقى تنوعي في الحشوات وتغيري بقى للاولايات في اللانشوبوكس يعني من عجينة واحدة عملتلك الاشكال كيوت العصولة دي كلها يعني عملنا الاشكال كلها ميني عملنا ميني عيش وميني بيتزا وميني كروسون وميني باتي وميني كايزر وميني مقرمشات بالزعتر لو عجبك فيديو النهار ده ما تنسيش تدوسي لايك وشيري للفيديو وكمان تدوسي على زر الاشتراك وتفعال الجاز اشوفكم فيديو جديد ووصفة جديدة اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي